أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة حتة النشأة دي هو موضوع كبير بس أنا عايزة دلوقتي أخذ نحضرتك كلمة واحدة في حتة دلوقتي إحنا بنكلم عن نهاية أخلاق يعني إحنا خاص في النهاية إحنا في النهاية تمام؟ يعني أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ كراجل بمن حضرتك كراجل ومتخصص وفاهم تقول إيه للرجالة عشان تبع حياتهم مريحة حتى بعد الانفصال يعني ما تعملش إيه؟ عشان ما تبقاش النهايات مؤسفة يعني كلامك للرجالة معين النار أول حاجة إن أنا أتعامل مع المرأة على إنها جنسة مختلفة عني هي مش زي هي مش راجل زي هي مش بتذكر بنفس دماغي وملهاش نفس عواطفي وملهاش نفس مخاوفي هي ليها حاجات تانية تماما لازم أنا كراجل أكون متفاهم ده أثناء الجواز وأثناء الطلاب زي ما منقول للست إنك لازم تحترم جوزك ولازم تحتوي جوزك لازم أقول للراجل خلي بالك إن مراتك في ساعة الغضب في ساعة طلب الطلاق هي مش بتقول الكلام كله اللي تقصده هي أحيانا بتقول كلام أكتر بكتير من هي تقصده عشان تستفزة لإن هي في حالة استفزاز هي واحدة حياتها بتتدمر فهي أكيد هتأذي هي عايزة تأذي لحوالي هي مش قادرة إنها تتعامل معها طبع فأنت لازم تكون معاعل ده هي يعني والكلمة مثلا فيه كلمة شهيرة جدا جدا لازم بتتقال لو راجل طلقني لو راجل طلقني دي دي مشكلة كبيرة قوي ما أنا هتكلم أنا بعض الرجالة بتاخدها على محمل الجد إن هي تقصد لو راجل طلقني أيو أنا هتكلم في الحلقة بقى لسه لكن لو راجل طلقني دي دي هي سبب الكوارس كلها سبب المشاكل كلها اللي في حياتنا لو راجل طلقني يعني آه إنه لأ الست ما بتقصدش 90% من الكلام اللي بتقوله في الخناء أيو وتسعين في المئة من الكلام اللي بتقوله في الطلال وما تكسفوش إن أنتوا تقعدوا مع حد أكبر منكم بزاق ويفضل يكون مش من الأهل في المرحلة الأولى ياريت يفضل يكون مش من الأهل لذا لو قررتوا خلاص أنتوا هتطلقوا أو لو هتتصلح لازم تقعدوا مع حد لأن ربما تكون في حلول قتامكم وإنتوا مش قاترين توصروا صح جدا بشكرك جدا يا فندم الكاتب أحمد متحد سليم نورتنا وإن شاء الله تبقى معنا في حلقات تانية شكرا يا فندم أنتوا عارفين أن بالضبط زي ما بيقول كده قبل بقى نروح بقى نستقبل ضيفي هنتكلم في الأهلة يعني في أول مرحلة دي فهو قرار الطلاق ده ما يفعش خالص لأهلي ولا أهله لأن هنا متضايقين وهنا متضايقين وفيه استفزاز هنا وفيه هنا ودي قالت لك إيه وهي الطول وهي ترجع وهي تطول فالله هو لا 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 يعني أنا مبسوطة جدا أن مؤسسات الدولة كلها الدينية دلوقتي كلها قلبا وقالبا في ظهر أي زيجة يعني عندهم مشاكل بيروح دار الإفتة فيه كمان مركز مهم جدا واسمه لم الشمل لم الشمل ده تابع لدار الإفتة والأزهر يعني بيلموا شمل البيت المصري اللي ولو فيه مشكلة لأن بجد أحيانا العائلات بتبقى سبب الخراب كله كلمة واحدة في القاعدة تقلب بمأزونة على طول تصلوا لي يا ابني بالمأزونة طول أنا عايزة أطلق الست دي بسبب أبوها